هتقول لي ماشي هو جوزية جوميز أجرى من النهار ده يعني هقولك لأ بالعكس ده احنا بالنادي ونقول يلا يا جوزية جوميز ادفع بشوية لعبين شباب في نادي الزمالك اتفرج عليهم وشوفهم وديهم مباريات عشان تشوف مين اللي هتستخدموا الموسم الجاي بالعكس ده الزمالك عنده فرصة عن اي فريق اخر انه من دلوقتي يجهز للموسم اللي جاي الاهلي مثلا ما يدارش يعمل كده فيرامنز ما يدارش يعمل كده ليه هم في وسط المنافسة الاندالة بتصراع لهبوط ما يدارش يعملوا كده ليه هم في وسط الصراع لكن الزمالك وضعه الحالي يخليه يفكر في اللي جاي طيب يفكر في اللي جاي ازاي يا عم كريم ما انت بتقول كلامه وعكسه العب بالشباب بس ادفع بيهم واحدة واحدة يعني مفيش مانع النهار ده اتنين تلات اربع لعيبة بالكتير شباب او ما بيشاركوش كتير تديهم وسط قوام اساسي في عبدالله السعيد وناصر ماهر ويوسف اوباما واللعيبة الكبيرة اللي تشيل زميلهم لكن لما تلعب بمجموعة كاملة من الشباب او اللعيبة غير الاساسية هيحصل زي اللي حصل النهاردة في الشوت الاول قدام بلدية المحلة اداء هزيل جدا باستثناء محمد صبح كل اللعبين قدموا مباراة سيئة جدا تحديدا في 45 دي اولى فانت بتعمل ايه بتحرق اللعيبة دي بتحرقهم الجمهورة يقولك لا ده وحش 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 بتستفيد طيب جوزي جوميز عمل كده النهاردة عشان بيفكر في مباراة بروكسي مع كامل الاحترام لبروكسي ودي بطولة مهمة بطولة الكاس ووارد المفاجآت تحصل بس مفيش مانع انك تريح مجموعة وتسيب مجموعة تانية مش كل المجموعة مش كل المجموعة وارجع للنقطة صفر الزمالك وصورة الزمالك بيسموها البراند ايميج تسوقيا تحديدا ما ينفعش يبقى في مرتبة متأخرة في جدول ترتيب الدولة الممتاز تقدم حاول تتقدم اكثر واكثر نهاردة الزمالك زي ما بقولك فقد حظوظه رسميا في المنافسة على الدولة تقول لي يا عم انت هتهزر معايا ما احنا عارفين كده كده الزمالك مش بينافس خلاص هقولك ما ده مرقميا كانت لسه موجودة فهقولك انه الزمالك لسه عنده امال وحظوظ